مجرد وقت يفصل بين كشف الحقائق ومعرفة من يقف خلف قتلة المتظاهرين دماء شباب أزهقت لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم لوجان تحقيقية شكلت بإعاز من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمعرفة الجنات خرجوا طالبين الإصلاح للموت قوبلوا بما لم يتوقعوا قمعوا بشدة حتى أن منهم من قتل على أيدي مجهولة ليأمر رئيس مجلس الوزراء بالتحري عن تلك الجهات لمعرفتها لم تقتصر التحقيقات على الحراك الشعبي الأخير إنما شمل السنوات السابقة التي كانت أكثرها وحشية على إثر التوصيات تعمل لجنة تقص الحقائق التي صرحت بأنها مسألة وقت قبل الوصول لتلك الجهات المتورطة بسفك دماء الأبرياء بتوجيه مباشر وإشراف مباشر من سيد رئيس الوزراء أستاذ مصطفى الكاظمي وسيد مستشار لجنة تقص الحقائق والمشكلة بالأمر الديواني 293 لعام 2020 والخاصة بالكشف الجنات كشفة القتل المتظاهرين حماية المواطن العراقي تنفيذ المطالب المشروعة إقاف إراقة الدماء العراقيين في كل المحافظات استمرت اللجنة بعمل دؤوب للكشف الحقائق التي رافقت وشابت التظاهرات منذ تشرين 2019 والحد الآن وكون الأمر متعلق بالقضاء وهناك كم استدعاء أكثر من سبعة آلاف ورقة قضائية من مقتل في المحافظات التي حصلت فيها التظاهرات دموع ذوي ضحايا ثورة تشرين لم تنقطع منذ وقت الحادثة التي أخذت منهم أعز ما يملكون فعلقوا آمالهم بحكومة الكاظم لمعرفة مصير دم أبنائهم ومحاكمة الجنات أمام الملأ ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه سفك دم شاب بريء لم يرى النور حتى في التظاهرات هذه الضغوط التي تمارسها على القضاء يجب أن تنتهي لجنة تقص الحقائق التي نحن اليوم على أعتابها ونتمنى أن تكون هذه البادرة الأخيرة للكشف عن القتلة والمحاسبتهم وهذه حقيقة لا يشكل إنجاز بصراحة إذا نرجع للحقائق هذا ليس بإنجاز أن تكشف عن قتلة لشعبك أنت رئيس حكومة مجبور ومجبر أن تكشف عن قتلة شعبك أبني بس الفادور ضرب الشرطة هناك بالبصرة بالمحافظة قتل لعشرة مرادهم مراد ومتقصد وكضاء وتهيه لماذا قضيتهم؟ قضيتهم بكفالة؟ قضيتهم لماذا قضيتهم؟ لماذا قضيتهم؟ هذا القاهر قتل لعشرة مرادهم مرادهم بالسرفادور ومتقصد لا يقولون أنه لا متقصد متقصد كل شيء ماذا مطلبتهم؟ مطلبتهم؟ نفسي يقضلونه وتفعلون بيه مثل ما سعوا بفرقنا الحق أريده يقضونه مثل ما قتل بفرقنا يكتلونه وعدمونه جدام الكل كشف الجنات ومحاكمتهم جل ما يطلبه ذوي ضحايا التظاهرات شرين يأملون من حكومة الكاظمي أن تنصفهم وترجع حق أبنائهم المسلوب على أيدي لا تريد الخير والصلاحة للعراق من بغداد محمد فراس قناة التغيير